السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وصعادة من الله عز وجل طبعا كلنا سمعنا الايام اللي فاتت ده عن السائح الروسي اللي هجمته سمكة قرش في البحر الاحمر وفي الاخر حاولت ان يتفترسه باكتر من طريقة وفي الاخر تم الافتراس الرجل السائح اللي هو الروسي دوا فطبعا مش هنسيب الموضوع ده يعدي كده لما لازم ان نتكلم فيه ونقول بعض المعلومات عن سمكة القرش وعن ان احنا لو تحطينا في موقف زي دوا لان طبعا المكان ده في مصر وبما ان احنا في مصر ونتكلم عن البحار عمتا فهنتكلم عن ازاي تحاول ان لو جالك حاجة زي كده ازاي تتعامل معها بما ان احنا بننزل بحر يعني ممكن نتعرض لان احنا يحصل لنا موقف زي دوا فهنعمل ايه اولا نحكي الاول على قصة السائح الروسي سائح الروسي ده نزل في مكان ينزلوا فيه عادي ان هما يعموا في قلب البحر ويشوفوا السمك القرش يعني هو عارف بوجود سمكة القرش بس ايه الفكرة هنا بقى ان هو مستغربين سلوك سمكة القرش ان هي ازاي تهاجم السائحة هو حقيقي ان سمك القرش هناك ما بيهاجمش السياحة او ما بيهاجمش اي حد يعني فالفكرة كلها ان اتعودوا خلال الفترات اللي فاتوا ان هما يلفتوا انتباه سمكة القرش عشان يجي لغاية عندهم عشان يتصوروا معهم يعني يعملوا ازاي بقى يجبوا له سمك صاحي ويعودوا امسكوه في ايديهم علشان خاطر يجي لهم السمك القرش لغاية عندهم فيتصوروا معهم فاتعود ان السمك القرش ان الانسان دوا دايما بيغريب الموضوع السمك فبييجي لغاية عنده طب لو جيه ملقاش السمك فهيفترسوا حاجة من اللي اكتنين الساعة احدى عملها يحد قابليه حاول يغري السمك القرش بسمك صغير عشان يجي لغاية عنده ويأكله وكده وتمام لامة اه هو اه نزل ومعها سمكة صغيرة عشان يحاول سمك القرش يجي عنده فتم افترس طيب سمك القرش معلوم عنه ان هو حيوان اه بحري يعني مش بتعود ان هو يأكل بشر يعني هو بيأكل اسماك عادي فبيهاجم الانسان في حالة من الحالتين التانين اول حالة ان الغواص اللي نازل دوا او الغطاس اللي نازل نازل يجيب سمك فبساط بالهربون اللي هو البندوية الصيد الاسماك فالقرش يحب الاسماك فبيحاول يهاجم الانسان عن طريق ان هو معه سمك اذا كان مصطاده او نازل يغري به عشان يجي يلغات عنه فهو يحب الاسماك ده حاجة الحاجة التانية ان هو مش هيهاجم الانسان الا اذا كان في وضع بقه ازاي هنتكلم على الحاجة ده اول حاجة القرش بقه تحت بقه تحت كده فليه بوز من هنا لو الانسان وقف في مكانه مش هيعف ياكله ده اولا فالانسان ده مفروض الشخص اللي هو عايز ينقذ نفسه يحاول ان هو يزق سمكة القرش من بوزها كده ويحاول يغير مصارها عن طريق ان هو يبعدها عنه كده مش هتحاول تفترسه الحاجة التانية ان السائح دوا اه طبعا سمكة القرش جات لقات عنده سمك القرش بيعمل حاجة تلات حاجات وارا بعد اول حاجة بيغبط الانسان الاول علشان الانسان يخاف ويبتدي ان هو يعوم فيعوم يبقى كده بطريقة جنبية فيعرف ان هو يخش ياكله غير كده ما يعرفش ياكله لازم ان يكون في وضع بقه يعني مفعش بواقف ويخش ياكله مش هينفع فهو اول حاجة بيعملها سمك القرش ان هو بيغبط الانسان عشان يحاول ان هو يهرب منه فيبتدي ان هو يفترسه دي حاجة تاني حاجة ان هو ما بيكلوش على طول طب ازاي ما بيكلوش على طول يعني سمك القرش حتى لو الانسان جري كده اهو اول وضع لي ان هو بيعضه الاول ويشوف هل هتعمل ايه هتحاول تجري تاني ولا هتقاف لي ولا ولا تاني حاجة وهجب لكم فيديو زيباتات كلها بالفيديو اه هحطولكم ان شاء الله بكلوا شوفتوا دلوقتي والحاجة التانية ان هو اغبطه الاول تاني حاجة بيعضه تالت حاجة بيحاول ان هو خلاص بقى بيفترسه طب انت كانسان داخل عليك سمك القرش خلاص انت مش اسرع منها فلازم ان تقف تواجه مصيرك تواجه مصيرك ازاي ان انت تحاول هحط لكم فيديو برضو تبعد بوزها اللي هو اللي قدام ده بان انت تحط ايديك على بوزها كده وتحاول تزقها بعيدة عنك هي بتحاول في الموضوع ده مرتين تلاتة بعد كده بتجقس منك ما بتعرفش تقرب منك فبتبعدها خلاص بتبعد عنك وتمشي بعيد خالص فطبعا لو لاحظتوا الفيديو بتاع السائح الروسي هتلاقي ان السائح الروسي حاولت الاول خبطته تاني حاجة عضته تالت حاجة عضته تاني وبعد كده فترسته فلو كان فيدي الواقف ومواجه مصيره ويحاول يزقها باديه ما كانش حصل اللي حصل بس المشكلة ان الانسان في الوقت ده بيحاول يخاف ويجري ويعمل خلاص انت ما فيش حاجة حواليك قريبة تلحق نفسك بها فوقف ودافع عن نفسك وان شاء الله ما حالش تحط في المواقف زي خالص بس طبعا وارد انت لما بتنزل بحر طبعا البحر الاحمر هو اكتر مكان موجود في اسماك القرش وفيه سياحة معينة كمان ان انت تنزل تشوف اسماك القرش بس للاسف اسماك القرش مش في البحر الاحمر وبس في البحر الابيض المتوسط وموجودة في كل في كل الاماكن فمن الوارد طالما انت بتحب الغطس وبتحب العوم وبتحب تخش الجوه لان طبعا الكلام نحصل على الشواطئ وريع لازم تكون دخلت جوه فطبعا لو وجهتك حاجة زي كده متحاولش تديها لدهرك وتجري زي موضوع الكلاب بالضبط كده الكلب بيحاول يقرب منك لو فضلت وقف له مش هيجي جبك لو كلاو جريت هيجري وراك ومش هيسيبك وهيعدك وهيعكلك فطبعا نصيحة محدش يخش اولا لجوه تاني حاجة لو وجهتك حاجة زي كده متحاولش تجري منها وخلي قلبك جامد وان شوالله تعدي بسلامة اتمنى يكون فيديو عجبكم واكيد شفتوا الفيديوهات اللي فوق وقال لنا اي رأيكم في الفيديو ده مع السلامة